يفترض لما نقدموا إحسائية بهذا الشكل يكون فيها تفصيل أكثر الدول اللي موجودة فيها أكثر الفئة العمرية اللي مورسة عليها العنف أكثر الفترات خلال السنة اللي مورسة عليها العنف طبيعة الدول الهذه من ناحية الأقصادية ومن ناحية الاجتماعية وغيره بش نقدروا نجاوبوا على السؤال لماذا بالضبط المرأة هي عرضة للعنف أكثر من رجل ربما لأنه في بعض المجتمعات هي مجتمعات ذكرية وتمارس العنف على المرأة أكثر ما فيه العكس وفيه بعض المجتمعات اللي رأي قريبا منا مش بعيدة ياسر وإن أحيانا نلقوا العكس أن المرأة هي اللي تمارس العنف على الرجل ربما لأن المرأة كذلك هي الحلقة الأضعف في الأسرة ربما لأن العنف هذا اللي ممارس هو عنف وكأنه موروث فالشخص اللي يشوف الوالد التاعه يعنف أمه فيمكن احتمال أنه يمارس هذا العنف عندما يكون زوج بأي شكل من الأشكال يقدر يكون عنف جسدي أو يقدر يكون شكل آخر من الأشكال اللي ممكن يعيشها فالأسباب كذلك متعددة لماذا المرأة هي الحلقة الأضعف في هذا العنصر لماذا المرأة هي التي يمارس عليها العنف في هذا العنصر وهنا نجد أن نزيد نطرح سؤال آخر هل ممارسة العنف على المرأة هو فعل أو ردة فعل؟ هو فعل قائما عند الرجل أم هي ردة فعل لأن المرأة كما نقولو بروفوكت ولا استفزت الرجل ولا فالعلاقة هنا متعدية هي دائرية ممكن نتيجة كانت سبب لنتيجة واحدة أخرى ونتيجة واحدة أخرى كانت سبب لآخر